السلام عليكم ورحمة الله اهلا وسهلا بكم بقناتي قناة طبخ من بغداد هلا وكل الهلا بكم اليوم رح نسوي وصف كلش طيبة واقتصادية وسهلة رح نسوي فطيرة البطاطا او فطيرة البوتيتة كملوا الفيديو للاخير جربوا الوصفة ومتأكدة حتحبوها قبل ما نبدي اذا كانت هذه اول مرة شوفون بها قناتي اتمنى تشتركون بها وتنورونها ولا تنسون تفعلون الجرس حتى توصلكم اشعارات بكل مرة انزل بها فيديو جديد اتمنى تخلون لايك للفيديو وتدعموه حتى نستمر وهسه رح نقول بسم الله ونبدي بطريقة عمل هذه الفطيرة الخطيرة رح نبدي اول شي بتحضير عجينتنا السحرية اللي ما نستغني عنها نس كيلو طحين ابيض وضفت علي ملعقة طعام ممسوحة من الملح خلطت الطحين وي الملح به شكل هذا ورح اعمل حفرة بالوسط حتى اخلي بيه بعدين المكونات السائلة عندي هنا كوب من المي الدافي ضفت علي ضرف من الخميرة الفورية او ما يعادل ملعقة طعام من الخميرة الفورية وملعقة صغيرة من السكر رح اخلط هاي المكونات مع بعضها واتركها تقريبا دقيقيا الى ان تبدي عندنا الخمرة تشتغل وصير به شكل هذا ما تشوفون صارت اكو فقاعات صغيرة على سطح الخميرة معناها بدت تشتغل رح اضيف ايضا سبع ملائق طعام من الزيت النباتي والخليط مادة الخمرة ورح اضيف ملعقتين طعام كبار من اللبن الزبادي ينطي هشاشة للعجينة جدا روعة احسن من اضافة الحليب رح اخلط هس المكونات مع بعضها وابدي اعجنها هاي العجينة اني دائما اعتمدها لتحضير الفطائر والبيتزا جدا جدا ناجحة وطعمها كلش طيب هس بديت اعجن المكونات مع بعضها رح استخدم العجانة واضيف شوية شوية مي الى ان تتماسك العجينة اذا ما عدكم عجانة تقدرون تستخدمون ايدكم العجن مالتها جدا سهل بالنسبة لكمية المي المضافة فتعتمد على نوعية الطحين اللي ده تستخدمه اضيفون المي شوية شوية الى ان تحصلون على عجينة متماسكة اكو نوعيات طحين تحتاج كميات اكبر من المي اكو تحتاج كميات اقل فحسب نوعية الطحين المهم نوصل بالعجينة لهذا القوام تكون طرية وما تلزك بهالشكل هذا اللي ده شوفو ارجع واكد انه قوام العجينة لازم تكونوا شوية لينة وطرية على مود من تشووها مصر وياكم بعدين قوية اثناء الاكل كملت هس العجينة وخليتها في وعاء وغلفتها ورح اتركها تتخمر لمدة الساعة اضع الغرفة باردة اتركوها ساعة ونصف بعدها رح تكونوا ياكم جاهزة ومن احسن انواع العجينة اللي تستخدموها لكافة انواع الفطائر والبيتزا اثناء فترة تخمير العجينة بديت احضر الحشوة في مقلات طفت كمية بسيطة من الزيت النباتي وحبت بصل متوسطة مفرومة حمستها الى انذبلت رح اضيف هسه ثلاث ألوان من الفلفل اذا معدكم ثلاث ألوان ممكن تستخدمون نوع واحد فقط لكن كونوا اكيدين لكل لون نكهة مميزة يضيفها للوصفة فالافضل انه تستخدمون ثلاث ألوان من الفلفل حمست الفلفل الى ان اتغير لونه وذبل مثل ما داشتشوفون هسه رح اضيف ملعقة طعام من معجون الطماطة واحمسها شوية رح اضيف ايضا حبة طماطة كبيرة مفرومة بها شكل هذة ورح اقلب هوايا معجون الى انتذبل بعدها رح ابدأ اضيف النكهات الطيبة رح اضيف شوية من السبع بهارات مشكلة تقريبا انضفت ملعقة كوب من السبع بهارات مشكلة ورح اضيف ملعقتين طعام من الكاتشب وملعقتين طعام من دبس الرمان رح تنطي هذه الاضافات فتنكهات كلش طيبة للخضروات رح احمس المكونات شوية مع بعضها طبعا اني بهاي الاثناء عندي حبتين كبار من البطاطا او البوتيتا قطعتها مكعبات صغيرة وقليتها باستخدام القلايا الهوائية تقدرون تشووها او تقلوها بالزيت او تستخدمون القلايا الهوائية بعملها مثل ما شفتوا ضفتها فوق بقية المكونات قلبت المكونات مع بعضها شوية اخر شي رح اضيفه هو الملح ورح تكون ويانة الحشوة جاهزة حشوة كلش طيبة واقتصادية اذا حبيتوا تدعموها بلحوم مثلا صوصج مرتديلا اتكم شوية حشوة لحم باقية من الكبة او البورق شوية صدر دجاج هاي كل الاضافات تقدرون انتو ضيفوها او تحبون تبقوها نباتية كما هي صدقوني طعامها كلش كلش طيب اتمنى تجربوها وان شاء الله تعجبكم بعد انكملت عندنا الحشوة واختمرت عندنا العجينة اخدت العجينة وفرشتها في قالب طبعا ثقبتها بهشكل هذا باستخدام الشوكة على مود ما تنتفخه هواية اثناء الشوي ورح ابدي اوزع الحشوة بهشكل هذا ما يحتاج نمسح سطح العجينة باي صلصة او صوص لان احنا الحشوة لم نسويها بيها طماطة وبيها صوصات فرح تكون كلش كافية انه ترطب العجينة وما تخليها تيبس وحتطلع كلش كلش طيبة بعد ان وزعت الحشوة بهشكل هذا رح اضيف شوية من جبنة الموزريلا طبعا تقدرون اضيفون تشيدر كرافت اي جبنة انت تعجبكم لكن الموزريلا اطيب ويا هذي الوصفة رح اضيف هسه رشة من حبة البركة او الحبة السودة هاي الاضافة اختيارية لكن تطلع طعمها كلش طيب ويا البوتيتة جربوها وان شاء الله تعجبكم صار القلب مالتنا جاهز رح ااخذه وادخله الى فرن محمي مسبقا على درجة حرارة 180 نشوي اول شي من الاسفل بعد ان تتحمر عدنا الحافات نطفي الشوايا السفلية ونفتح الشوايا العلوية مجرد انه الجبن عدنا يذوب وياخذ هذا اللون الحلو هتكون فطيرة البطاطا او فطيرة البوتيتة ويا نجاهزة وبالفالف عافية من الفطائر اللي جدا طيبة وسهلة واقتصادية مثل ما شفتوا تستفادون من عدها كوجبة عشاء وجبة ريوك ان شاء الله بعد فترة ترجع المدارس تستفادون من عدها انه تنطوها لاولادكم بالمدرسة ان شاء الله تجربوها وتاكلوها ويا احبابكم بالف صحة وعافية وصلنا لنهاية الفيديو مالتنا لهذا اليوم سوينا فطيرة البطاطا او فطيرة البوتيتة الاقتصادية طيبة جدا اتمنى تجربوها ويا رب تعجبكم ولا تنسون ادزون صور تطبيقاتكم عبر وسائل التواصل الخاصة بالقناة اشكر دائما متابعتكم نلتقي ان شاء الله في فيديوهات اخرى كونوا على الموعد ومع الف سلامة